طيب أنا بسرعة كده عايز أروح بس إيه لدكتور مبروك عطيه قال النهارده حاجة برضو أثارت جدل على السوشيال ميديا اسمها ما فيش حاجة اسمها الصيام العشر من زي الحج قال كده وقال ان انت أفضل تطلع عشرين جنيه قال ان التصدق بابلغ عشر جنيه وعدلت صيام عشرين عام حسب وصفه وقال انه ما فيش حاجة اسمها الصيام العشر من زي الحج اكتهت في العمل الصالح تصدق بعشر جنيه افضل من سمع عشرين سنة وان المطلوب المسلم وصيام عرف اذا كان قادرا على ذلك دار الافتاء بتقول ان اردد بقى بتقول ان ايام العشر من زي الحجة ولا ليها ايام شريفة مفضلة عند الله سبحانه وتعالى يضع فاس سواب للمسلم مؤكد انه يستحب في هذه الليل ان اجتهد المسلم في العبادة وافع الخير بشتى انواعه وقالت عن فضل العشر الاواخر كلام كيف طبعا والشيخ مبروك عطي يحب دايما ايه يضرب كرسي في الكولوب وبيعمل جدل على السوشيال جامد جدا اشتركوا في القناة